بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد نستكمل بقية القواعد والقاعدة التي معنا اليوم الضبط بالتقسيم ونعني بهذه القاعدة أن هناك مواضع متشابهة إذا تأمل فيها الحافظ فإنه يجد أنه قد جاء فيها التقسيم واضحا وصريحا بمعنى أنه يحتاج فقط يتأمل في هذا التقسيم ويتذكر بحيث أنه لا يخطئ وبالمثال تضح المقال فمن ذلك قول الله عز وجل وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةَ أَسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيْسَ أَبَى وَالسَّكْبَرَ في سورة البقرة مع قول الله عز وجل إِلَّا إِبْلِيْسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ مع قول الله عز وجل إِلَّا إِبْلِيْسَ السَّكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ الموضع الأول في سورة البقرة والثاني في الحجر والثالث في صاد هذه ثلاثة المواضع متشابهة وتشكل على الحفظة والضابط لها أنه قد جاء الجمع بين الكلمتين في سورة البقرة يعني أنا عندي إشكال في سورة البقرة ثم الحجر التي تليها في التشابه ثم صاد جمعت هاتين الكلمتان جمعت هاتين الكلمتان في سورة البقرة قال الله عز وجل إِلَّا إِبْلِيْسَ أَبَى وَالسَّكْبَرَ ثم نحن نأخذ الكلمة الأولى في الموضع الأولى متشابهة الحجر ونأخذ الكلمة الثانية في الموضع الثانية متشابه وهي سورة صاد فيكون معنا الترتيب إِلَّا إِبْلِيْسَ أَبَى وَالسَّكْبَرَ وَكَانَ مِنَا كَافِينَ في سورة البقرة نأخذ الكلمة الأولى في الموضع المتشابه الأول إِلَّا إِبْلِيْسَ أَبَى أن يكون مع الساجدين من دون سكبر نأخذ الكلمة الثانية في الموضع الثالث المتشابه في سورة صاد فيكون معنا إلا إبليس السكبر وكان من الكافرين من دون أبا وبالتالي هذا التقسيم التأمل فيه ومعرفته وإتقانه مما يعين بإذن الله عز وجل على ضبط كتاب الله عز وجل ومن الآيات التي يذكرها أيضا أهل العلم في التقسيم قول الله عز وجل آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا في سورة الحديد هاتان جملتان الإشكال فيما بعدها فما بعدها وما لكم لا تؤمنون مع وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ففي الموضع الأول جمع الله عز وجل بين الإيمان والإنفاق آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا وبالتالي إذا قرأت هذه الآية أذكر بعدها مباشرة الجزء الأول وما لكم لا تؤمنون بالله ثم أذكر الجزء الثاني بعدها وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله فهذا التقسيم من الضوابط المهمة جدا وأمثلته في القرآن الكريم كثيرة وبالتالي إذا استطاع الحافظ أن يتعدد في معرفة القواعد فبإذن الله عز وجل سيكون حفظه متقنا أسأل الله عز وجل لي ولكم الرفعة وأن ينفعنا الله عز وجل بالقرآن الكريم إنه جواد كريم شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة